لا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يوخرهم ليوم تشخص فيه لبصار مهطعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يوخرهم ليوم تشخص فيه لبصار مهطعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر ما سيوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربما لولا أخرتنا فيقول الذين ظلموا ربما أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوار وسكنتم في مساكل الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبان إن الله مخلف وعبه رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مكرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار فيجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاو للناس ولينذروا به وليعلموا وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أذل الباب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الإجلام تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم ياكل ويتمتعون